احتياج شديد للمقاتلين بعد حالة استنزاف كبير لهم في جبهات القتال المفتوحة هذا ما بدى عليه المشهد بعد تحرك متسارع لميليشيا الحوثي في سياق التجنيد الإجباري والدفع بالكثيرين إلى جبهات القتال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بحسب مصادر محلية أمر قادة الميليشيا ومسؤولي الجماعة بتكثيف إقامة الفعاليات العقائدية لاستقطاب المقاتلين من مختلف المناطق والفئات العمرية وفي الوقت الذي تخصص فيه الجماعة إرادات ضخمة لإحياء مناسباتها العقائدية وتعليق الشعارات التابعة لها في شوارع المدن بالقوة يرفض المجتمع سلوك الجماعة ويعيش في صراع كبير ينتهي بزج قطاع كبير من المناهضين في السجون لا يتوقف التحشيد عند إقامة الفعاليات بشكل خاص بل إنه يتجاوز ذلك بكثير إلى إهبار التجار ورجال الأعمال على المساهمة المالية في تمويل هذه الفعاليات والتحشيد للقتال وكانت الجماعة بحسب مصادر لصحيفة الشرق الأوسط قد بدأت فعالياتها في مدينة الحديدة ضمن مساعيها لاستقطاب أبناء المدينة إلى صفوفها عبر ما تتضمنه الفعاليات من أنشطة تصور الجماعة على هيئة المخلص الوطني تسعى الجماعة من خلال هذه الفعاليات إلى استقطاب مزيد من المجندين وتعبئتهم طائفياً للزج بهم بعد ذلك في جبهات القتال وكل هذا بحسب المتابعين يعمل على إطالة أمد الحرب وتثبيت وجود العنف وجعل الإنقلاب واقعاً يسير بالضد من إرادة اليمنيين